بياد عاجل من وزير الدفاع المصري بخصوص سد النهضة وخبير مصري يفجر مفاجأة هامة حول منابع نهر النيل وعاجل الاتحاد الأوروبي يقف بجانب مصر في قضية سد النهضة وبين عاجل من الداخلية المصرية بشأن فيديو مسير للجدل ومصر وبين هام إجبار إثيوبيا على تفريغ المياه المحتجزة أمام بحيرة سد النهضة مشروط ولكن بأمر في البداية صلى على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر الوطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين نبدأ فيه التفاصيل أو الخبر بعانا وبيان عاجل من وزير الدفاع المصري بخصوص سد النهضة أعلن وزير الدفاع المصري محمد زكي قدرة الجيش المصري الدفاع للوطن وحماية أمنه القومي ووضح أنها مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي وزير الدفاع المصري أوضح أن هذه المهمة تتطلب بناء قوة قادرة على مواجهة التحديات وأن قوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على رضع كل من يحاول المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري أوصى وزير الدفاع المصري محمد زكي قادة والضباب بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل قوات المسلحة بإعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام المصدر معنا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام طبعا يعني وزير الدفاع المصري بيوضح نقطة مهمة أن الجيش المصري قادر على حماية مقدرات الشعب المصري والآن يعني قادر على حماية مياه النيل من اللي بيحاول أنه يعني يسرق مياه النيل وده شيء هيبقى صعب في ظل وجود الجيش المصري وقدرات الجيش المصري والشعب المصري الواعي هيبقى من المفتحيل على دولة زي إثيوبيا وأبي أحمد أنه يحاول أنه يسرق حاجة مش من حقه الجيش المصري واقف بالمرصاد لإثيوبيا وبيان وزير الدفاع المصري بيوضح حاجة مهمة جدا زي دي أن الجيش المصري قادر على إن قامت إثيوبيا بعملية الملء الوحادي لسد النهضة ويعني ضربت بعرض الحائط المواثيق الدولية وقوانين الدولية وحق مصر والسودان في مياه النيل جيش المصري يكون قادر على ضرب سد النهضة وردع أي حد يحاول أنه يعني يقلل من مصر والسودان أو يحاول أنه يعني يعمل حاجة ضد المجتمع وضد الشعب المصري والسوداني أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام وتحية كبيرة لوزير الدفاع المصري الفريق محمد زاكي والجيش المصري يعني من أعلى ردبة في الجيش المصري الأقل ردبة وإن شاء الله يعني إحنا وثقين جدا في القيادة السياسية في هذا الأمر ووثقين جدا جدا في الجيش المصري في هذا الأمر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في قناة الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا نكمل تفاصيل الأخبار انتقل مع بعض الخبر آخر معنا وعاجل الاتحاد الأوروبي يقف بجانب مصر في قضية سد النهضة قال المتحدث باسم الدائرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيترستانو ان بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة كتب سيتانو في تغريدة للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شراكاء المصب ان الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة وأضفنا الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات والمحادثات التي يقضها الاتحاد الإفريقي لفت إلى أن هناك حاجة ملحة لخارطة طريق واضحة ومتفق عليها تحدد أهداف مفاوضات سد النهضة وإطارها الزمني الاتحاد الأوروبي الآن يعني يقف بجانب مصر مصر ترفض الملء الأحادي لخزان سد النهضة ملء الثاني وأيضا الاتحاد الأوروبي يرفض ويدين العمل الأحادي لإثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة دون الاتفاق مع دول مصد بمصر والسودان مصدر معنا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتقل مع بعض الخبر آخر وخبيل مصري يفجر مفاجأة هامة حول منابع نهر النيل قال دكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن دول منابع النيل الأبيض تتمتع بوجود خمس بحيرات عظمة زاخرة بالمياه العذبة وقال في حديث لRT أن تلك البحيرات تغني تلك الدول عن أي احتياجات لمياه النيل الأبيض التي تبلغ 13 مليار متر مكعب سنويا أوضح أنه لو تم تقسيم تلك الكميات على دول منابع النيل الأبيض الستة ومعهم مصر والسودان وجنوب السودان بإجمال تسع دول فلن يتجاوز نصيب كل دولة منهم مليار وربع المليار أوضح أن بحيرة فيكتوريا وحدها في منابع النيل الأبيض تحتوي على أكثر من 1680 مليار متر مكعب ونصف هذا الرقم في بحيرة البرت بالإضافة إلى مليارات عديدة من مياه بحيرات إدوارد وجورج وكايوجا وتابع لذلك تكتفي دول منابع النيل الأبيض الستة بمياه هذه البحيرات الخمس ولا تطمع في القليل الذي يجري بين دفطي النهر مثل ما تفعل إثيوبيا التي لا تكتفي بمياه بحيرة الثانية منبع النيل الأزرق البالغ 40 مليار متر مكعب ولا بمياه 9 أحواض أنهار تجري في أراضيها وتتناساهم طمعا في القليل من المياه التي تجري بين دفطي النهر الأزرق قال الدكتور نور الدين أن إثيوبيا تحض دول منابع النيل الأبيض على قراهية الدول العربية وعلى قراهية دولتين المصد وقال إن إثيوبيا وخلال اجتماع وزير خارجياتها مع دول منابع النيل الأبيض الأربعاء حاول تقليبهم وخضبهم على قراهية العرب والإدعاء بأن تأييج جامعة الدول العربية لمصر والسودان هو موقف عربي ضد دولة إفريقية كما حضت إثيوبيا دول منابع النيل الأبيض على قراهية دولتين المصد وادعت عليهم أنهم يتساولون على مياه النيل بغير حق رغم أن دولتين المصد لم تطلب أبدا من أي دولة منبع بعدم الاستفادة من مياه النهر كيفما يشاءون في جميع القطاعات الزراعة والصناعة والمنزل طبعا معنا كلمة حضت ممكن الناس ما تعرفش يعني كلمة حضت حضت يعني حردت ودع جميع الدول العربية إلى استدعاء صفراء الإثيوبيين لديهم للاحتجاج على سلوك إثيوبيا بحض دول منابع النيل الأبيض على قراهية العرب وكذلك على مصر والسودان استدعاء السفيد الإثيوبي والاحتجاج بشدة على محاولة إثيوبيا الوقيعة بين دول المنابع ودولتين المصد وشق دول الحوض إلى قسمين بدلا من امتماء الجميع إلى حوضا واحدا لنهر النيل وقال على جميع الدول العربية إعادة النظر في علاقاتها مع إثيوبيا وكذلك استثماراتهم في إثيوبيا بعد أن كشفت إثيوبيا عن وجهها الحقيقي بكراهية العرب وحد الأفارقة على قراهية العرب من أجل صالحها الشخصي لفرض سيطرتها على مياه النيل الأزرق وأيضا السيطرة على كل دول المنابع المصدر معنا كان من RT وأترك لحضرككم تعليق على هذا الخبر الهام طبعا إثيوبيا هنا بنشوف إن إثيوبيا يعني عندها كر واضح وصريح للعرب يعني إثيوبيا دايما تحس إنهم عاوزين يقللوا من شأن العرب أو يحربوا العرب بخصوص مصر والسودان بيحربوا مصر والسودان بإنهم عاوزين يقطعوا عنها المية لأنهم شايفين إن النيل دا يعني خائن شايفين إن النيل دا خائن وإنه هو اللي بنى الحضارة المصرية وطبعا يعني كره الإثيوبي دا خطير على الأمن المائي والأمن القومي لمصر وزي ما قلت لكم وهعدها مئة مرة أنا على ثقة بالجيش المصري ننتقل لخبر آخر معنا وبيان عاجل من الداخلية المصرية بشأن فيديو مثير للجدل وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانة انكشفت فيه حقيقة تداول أحد المواقع الإخبارية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من تعدي شخصين على والده والتسبب في وفاته الوزارة أكدت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل اجتماعي فيسبوك أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشهجرة بإحدى قرى مركز شرطة قيلين بمحافظة كفر الشيخ بين طرف أول أحد الأشخاص مقيم بذات القرية مصاب بحروق متفرقة بالجسم وطرف ثاني أحد الأشخاص وشقيقه ولهم معلومات جنائية ومقيمان بذات القرية إثر خلافات مالية بين الطرف الثاني ونجل الطرف الأول أوضحت وزارة الداخلية أنه على إثر هذه الخلافات توجه الطرف الثاني إلى منزل نجل الطرف الأول وتبين عدم تواجد الأخير فحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها ألقى الطرف الثاني مادة سريعة الاشتعال بنزين على الطرف الأول وإشعال النيران به ما أحدث إصاباته التي توفى بسببها في الحال بعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قفر الشيخ من ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهته ما أقرب ارتكابها على النحو المشار إليه واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة أشار المصدر إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي أدل بالدعاءات كاذبة في الفيديو المشار إليه رغم علمه بحقيقة الواقعة المصدر معنا كان من الوطن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معنا ومصر وبيان هام إجبار إثيوبيا على تفريغ المياه المحتجزة أمام بحيرة سد النهضة مشروط بأمر واحد قال أستاذ الموارد المائية بجامعة آخاني الألمانية هاني سويلم إن إثيوبيا يمكنها تفريغ كميات المياه التي احتجزتها خلال الفترة الماضية في بحيرة سد النهضة إذا تعرضت لضغوط وأضف في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة أن إثيوبيا لا تزال غير قادرة على حجز المياه وفق الجدول المخطط سواء للعام الماضي أو العام الحالي أشار إلى أن مصر تتفاوض على الملء والتشغيل طويل الأمد للمحافظة على حقوقها المائية أشار إلى أن إثيوبيا تدعي أن الملء الحالي يندرك ضمن جدول يضم أربعة مراحل أكد أن هذه المزاعم عبارة عن تسريبات إثيوبية وغير صحيحة على الإطلاق أوضح أنه لا يوجد أي اتفاق بموافقة مصر على الملء بدليل عقد جلسة من قبل مجلس الأمن بطلب مصري سوداني لمناقشة الأزمة ما يعني أنه لا يوجد أي اتفاق دعا سويلا من جانب الإثيوبي إلى إظهار أي وثيقة أو مستند تثبت صحة هذه المزاعم والإدعاءات وضح أن في لجنة علمية تضم ممثلين عن الدول الثلاثة وبدأت اجتماعتها في صفة 2018 وتوصلت إلى أربعة مبادئ رئيسية لفت إلى أن هذه المبادئ الأربعة كانت مريحة لمصر ومثلت إنجازا للدول الثلاثة وهو أن الخبراء تمكنوا من الوصول إلى سياغة أساسية يتم البناء عليها من أجل التوصل الاتفاق إلى أن الجانب الإثيوبي تراجع عن هذه المبادئ ونظر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس في مشروع قرار مقدم مصر والسودان طرحته تونس باعتبارها عضوا غير دائم في المجلس ويطالب إثيوبيا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة ولا يعرف إلى الآن ما إذا كانت الجلسة ستضمن تصويتا على المشروع القرار أم سيتم تأجيل التصويت إلى وقت لاحق المصدر معنا كان من صحيفة الشروق المصرية وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل انتقل لخبر آخر معنا وعاجل تفاصيل إسقاط مصر الجنسية عن اثنين من مواطنيها أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين تجنسا بجنسية دولة أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المعنية أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن سعد رضا الشبل محمود سعد من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 ناير 97 لحصوله على جنسية أجنبية دون حصوله على موافقة مسبقة من سلطات مصر كما شمل القرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن المصري الآخر سعيد حسن فرجالله حسن فرجالله مواليد 29 نوفمبر 67 لتجنسه بجنسية أجنبية دون أخذ موافقة مسبقة ولد مصر قانونا صارما فيما يتعلق بالجنسية بعد تعديل بعض أحكام القانون الجنسية عام 2017 وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها وجاء هذا القرار تنفيزا للقانون المصري رقم 26 لسنة 75 الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصرية أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية مصدر معنا كامل الشروق أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب كان معكم إسلام الأمير وأبا نوب خلفاء والنسؤول عن المنتاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته